في إطار مساعي سموه الدائمة للإطلاع على كافة ما يتعلق باللغة العربية حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة افتتاح مؤتمر اللغة العربية الدولية السابع والذي ينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بتعاون مع وزارة التربية والتعليم والذي جاء بعنوان تعليم اللغة العربية وتعلمها تطلع نحو المستقبل المتطلبات والفرص والتحديات والذي يعقد على مدى يومين في مقره في المدينة الجامعية عقب السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ألقى الدكتور عيسى الحماد مدير المركز كلمة قدم فيها شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة على إلاء اللغة العربية جل اهتمامه وخلاصة اعتزازه وعلى دعمه المستمر للمركز التربوي إنها العربية إنها طموحات قيادات الرشيدة القيادات الخليجية والعربية فإيمانا منهم بأن تفوق أي أمة مرهون بلغتها قوة وضعفة ازدهارا وانحدارا وهي وعاء الفكر والثقافة ومظهر من مظاهر الإبداع الذي تشارك به الشعوب في صياغة الحضارة الإنسانية ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس على حاكم الشارقة يحفظه الله ويرعاه ثم شاهد صاحب السمو حاكم الشارقة رفقة سادة الحضور عرضا مرئيا من إعداد المركز استعرض أهم إنجازاته في مجال التدريب والمؤتمرات والندوات والإصدارات العلمية كما ألقى الدكتور وليد أبو اليزيد كلمة المشاركين ثمن فيها جهود الشارقة هو المركز على وجه الخصوص في تعزيز حضور اللغة وإتاحة الفرصة لعقد الملتقيات التي تناقش كافة ما يهمها وتدريسها وتعليمها مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد منصة حيوية مهمة لتبادل الأفكار والآراء من جانبه ألقى دكتور أحمد عبد المنعم قصيدة في حب اللغة العربية بعنوان شمس الفصاحة تناول فيها جمال اللغة العربية ودورها وعبقريتها ختاما تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الجهات المشاركة في التنظيم واللجنة العلمية للمؤتمر بالإضافة لعدد من الخبراء المشاركين في الجلسة الافتتاحية إلى جانب الفائزين بالبحوث المميزة كما تفضل سموه أيضا بتسلم هدية تذكارية من المركز والنسخة الأولى من إصدار مؤتمر اللغة العربية والذي يتكون من أربعة مجلدات تتضمن البحوث المحكمة والمشاركة في المؤتمر الافتتاح حضره إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من معالي عبد الله بالحيف النعام رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وجمال الطريفي رئيس الجامعة القاسمية ومحمد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة وعدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين في اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر